حقيقة أن صفقة الاندماج هذه عبارة عن جمع كيانين وطنيين قويين سويا وهي تعتبر مثال يحتذى في التعاون ما بين الشركات الوطنية باختصار هي عبارة عن دمج أسطول وعمليات شركة فيلا التابعة والمملكة بالكامل لشركة أرامكو مع أسطول البحري تحت مظلة البحري وبحيث تكون البحري بموجب هذه الصفقة الناقل الحصري للزيت أو الخام المباع بواسطة ثرامكو مسلما للعميل بباخرات أو بناقلات البترولة العملاقة حقيقة البحري تمارس عملها على أعلى مستوى من الأداء والسلامة والكفاءة التشغيلية وهي تتعامل منذ سنوات طويلة مع شركة أرامكو لنقل النفط وكما هو معلوم هذه الصفقة تتضمن تعزيز لوجه التعاون بين الشركتين وبالذات في مجال النفط كما أنها تفتح أبواب لمزيد من التعاون ما بين الشركتين الوطنيتين تم التفاوض ما بين الطرفين والتفاهم على تحديث قيمة لإسطول وعمليات والأصول المدرجة ضمن الصفقة بـ 1300 مليون دولار تدفع على شقين شق نقدي مقداره 832 مليون دولار وشق عبارة عن أسهم عددها 78 مليون و750 ألف بحيث تصبح أرامكو مالكاً لـ 20% من أسهم البحري بعد إتمام عملية الدمج ويعني الحقيقة تحديد العوض ما بين نقداً وأسهم هو الهدف منه تعزيز العلاقة وجعلها علاقة استراتيجية طويلة العمد طيب بالنسبة لكم كشركة وأيضاً للمساهمين في الشركة يعني ما أهمية هذه الصفقة من أجل تعزيز دور وقوة الشركة؟ نعم أول شيء لا بد أن نعرف أن هذه الصفقة هي صفقة جيدة للاقتصاد الوطني وجيدة للبحري وجيدة لأرامكو وهي تمثل عدد من المزايا إذا نظرنا من زاوية البحري فهي تجلب عديد من المزايا أولاً حجم أعمال ونشاط البحري في مجال نفطة نقل النفط سيتضاعف كذلك ستؤدي إلى كون البحري ناقل حصري لأرامكو بموجب عقد طويل الأمد يتضمن الحد من تعرض البحري لتقلبات أسعار نقل النفط ترجمة نانسي قنقر